كلنا بنحب طعم وريحة السمنة البلدي في الأكل والحلويات كمان لكن سعرها غالي جدا وعلشان كده أنا جايلكم النهاردة ومعايا أكبر كمية من السمنة البلدي اللي طعمها وريحيتها تحفى وهتنعرف إزاي تكون في مطبخنا طول السنة وبلاش ومن غير زبدة أيوة من غير زبدة ومش هنسع الشائق المرتل لطعمها وترملتها ولونها يخطفوا القلب وإزاي نخزينها الرمضان وإيه الوقت المناسب لتخزين السمنة البلدي اللي يكفينا طول السنة بأجمل طعم وأجمل ريح لكن قبل ما نبدأ لو أول مرة بتشوفوني شرفوني بالاشتراك في القناة ولو عجبكم الفيديو متنسوشوا اللايك والشير مع أصحابكم يلا نقول بسم الله ونبدأ ونشوف هنعمل أجمل سمنة بلدي من غير زبدة إزاي مع بعض حد هيقول يعني أنت بتتحكي علينا فيه سمنة من غير زبدة؟ آه فيه بوش اللبن أو القشطر اللي بنجمحها من على اللبن الحليب لما بنجي نغليه وطبعا اللبن حاجة أساسية في حياتنا ما فيش بيت ما فيهوش لبن بنجمح كمية القشطر ازاي؟ بطريقتين أول طريقة من اللبن الحليب لما بنجي نغليه ويفضل يكون لبن جاموسي نسبة الدسم فيه بتكون عالية بنغليه وينسيبه يبرد وندخله التلاجة ليلة وبعد ما نخرجه من التلاجة بنجمع وش اللبن وهو لسه حليب بتتكون طبقة القشطر على الحليب من فوق وأهم حاجة يكون اللبن بتاعك نضيفه من مصدر موصوق فيه وبعد كده بتستخدمي الحليب عادي جدا مفيش فيه اي مشكلة ودي اول طريقة نجمع بها القشطر تاني طريقة بقى هي لما نيجي نعمل اللبن الرايب بناخد اللبن الحليب من غير غليان وبنحطه في طاجن حلو كده من مطبخنا من غير اي اضافات أهم حاجة احنا نسيبه في الصيف ليلة وفي الشيطة تلات ايام في مكان دافل لحد ما تتكون برضو طبقة القشطر الجاملة اللي انتوا شايفينها دي واللبن الرايب ده بنعمل بيه اجمل معجنات في الدنيا انا عملت معاكم قبل كده القرس الفلاحي باللبن الرايب وهسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف وان شاء الله هنعمل منه تجيبنا القرش قريب جدا مع بعض بجمع بقى القشطة اللي انتوا شايفينها الجاملة دي واهم حاجة القشطة سواء من اللبن الحليب او من اللبن الرايب لازم نجمعهم في علبة ونعينهم في الفريزر في الفريزر مش في التلاج علشان القشطة طعمها ما يغيرش شايفين شكل اللبن الرايب التحفة ده اللبن ده انا عملت معاكم في فيديو قبل كده برضه هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف يلا بقى نرجع للقشطة بتاعتنا اللي احنا جمعناها سواء من اللبن حليب او اللبن الرايب زي انتوا ما شفتوا بتجمع كمية حلوة بقى دول حوالي 3 كيلو هيخرجونا كمية جميلة جدا من السمنة والمرت وكمان اللبن الخض اللي هنعمل بيه اجمل معجنات في الدنيا وكده بقى معايا اجمل قشطة اللي هنعمل منها سمنة ضمنا نظافيتها عارفة انا جايباها منين انا اللي عاملها بايدي يلا بقى نشوف هنعمل فيها ايه بجيب حلة والحلة تكون واسعة ونزل فيها كمية القشطة اللي معاي وانا بفضل في الخطوة دي حلة الامونيوم علشان بتتحمل الحرارة وبتدينا نتجة كويسة اهم حاجة الحلة تكون نضيفة بننزل بقى كل كمية القشطة ومنسيبش اي حاجة في العلبة لان ده كنز اللي احنا تعودنا عليه ان احنا بنقعد نقلب في القشطة دي او نخض القشطة لحد ما نحاولها لزبدة انا النهاردة مش هعمل كده خالص انا هحاول القشطة لسمنة على طول من غير بقى ما نضرب بمضرب ولا بقي دينة ولا نضيع وقت يلا بقى نرفحها على النار ونشوفها نعمل ايه بديها غلوة على النار نار متوسطة ما تكونش عالي وفي المرحلة دي بتعامل معاها بالزبط كأني بغلي لبن هي متاخدش وقت وبتفك شايفين بتتحول تاني كأنها لبن بالزبط بفضل اقلب فيها كده عشان ما تشتش وكمان علشان ما تفورش وانا هنا بقول للبنات ما تسيبوش المعلقة او الاسباتيولة في الحل عشان الحلة واسعة والمعلقة هتنزل في ارضيتها بنجيب طبقة كده جنب الحلة ونسيب فيه المعلقة بتاعي وكل شوية نقلب فيها هي بتفور بالزبط زي اللبن شايفين يعني ما ينفعش في الوقت ده تسيبها وتمشي اول ما تدخل على غليان لازم تكون يوقفها جنبها علشان اول ما تاخد الغلوة دي وتبدأ تفور تضفي النار انا مش محتاجة اكتر من كده خلاص طفيت عليها النار وهغطيها واسيبها تبرد في الصيف بدخلها التلاجة في الشتاء باسيبها على الرخامة لمدة ليلة وبعد ليلة سواء في التلاجة او برا التلاجة في الشتاء بيكون ده شكلها ونبدأ بقى نتعامل معاها وهي كده خلاص ما بقتش اشطه شايفين القوام بتاحها بنعمل بقى فتحة صغيرة كده علشان يخرج منها لبن الخض بكل سهولة من غير ما ياخد مننا ولا وقت ولا مكهود بيخرج معنا بكل سهولة ازاي شايفين ده بنعمل منه اجمل معجنات وكمال لو عملت به كيكا بتكون تحفة ورحيتها جايبة الاخر الشارع وبصفيه في بولا بكل سهولة والخطوة دي هي اللي بتحدد كمية المرتا قد اي يعني لو عايزة مرتا كتيرة بتسيب كمية من اللبن ده وده اللي انا هعمله بالضبط عشان احنا بنعشاء المرتا لكن اللي مش بيحبوا المرتا بيخرجوا كمية اللبن كلها تعالوا وريكم انا قصد ايه بسكينا كده وهفتح فتحة شايفين القشطة حاولت معنا لزبدة من غير اي مكهود ازاي لو انت بقى مش عايزة مرتا كل اللبن اللي تحت ده بتتخلص منه كل الكمية دي بتخرجيها بتصفيها في البولا اللي معنا دي وكل ما صفناها اكتر اخدت وقتها اقل على النار لكن لو سيبنا كمية من اللبن بتاخد وقت اطول على النار يلا بقى ناخد الاشطة بتاعتنا اللي حاولناها لزبدة وخرجنا منها اللبن الجميل ده اللي هنعمل بيه اجمل معجنات او كيكات ونروح بيه على النار ونكمل بقية السمنة البلد بزاعتنا وهنا هقولكم على شوية معلومات على رغم انها بسيطة لكن مهمة جدا في تسيح السمنة عشان البنات اللي لسه الاول مرة ياخدوا بالهم منها اول حاجة الحالة تكون تقيلة ما تكونش بتوصل للحرارة بسرعة يعني ماينفعش نسيح سمنة في حل صاغ المرتعة تشوت وتتحرق فيها وهتدينا اسوأ طعم للسمنة البلدي وانا عن نفسي بفضل الحالة الالمونيوم في تسيح الزبدة على النار بتوزع الحرارة كويس وبتحافظ على طعمه وريحة ولون السمنة تاني معلومة لو هتسيحي سمنة وانت بتطبخي ما تحطش الحالتين جنبه بعض ابعيد السمنة عن حالة الطبيق عشان السمنة من الحاجات اللي بتمتص الرحة بسهولة جدا خصوصا التوابل وكمان ماينفعش تكوني حط برفان او حط مرطب في ايديك لازم تكون ايديك نظيفة وما فيهاش اي روايح تالت معلومة بقى تنزلي اللي على الجناب ده اول باول ما تسيبهوش ينشف على جنب الحل وبكده هنحافظ على عمر السمنة اطول وقت ممكن من غير مطعمها ولا رحيتها تغير ولو اخدتوا بالكم انا ما حطتش الملح في الاول بسيب السمنة تغل شوية على النار كده حوالي ربع ساعة او نص ساعة قبل ما اضيف الملح واول ما تبدأ تفصل كده زي ما انتو شايفين كده السمنة تطلع على الوش والمرتة تنزل لتحت هنا اقدر اضيف الملح انا هضيف نص معلقة من الملح بس والملح هنا بتحدديه على حسب انت تستخدم المرتة في ايه السمنة ملهاش علاقة ابدا بالملح يعني لو هناكل المرتة ما بنزودش الملح اما لو هتستخدميها في المش فزود الملح براحتك ما فيش اي مشكلة ممكن اللي بنص معلقة دايه وصل لحد معلقتين وما بضيفش الملح في الاول عشان ما يديش لون بسرعة للمرتة وتتحرق مننا فيه بنات بقى بتستعجل في المرحلة دي اول ما تشوف السمنة فصلت كده وطلعت على الوش والمرتة نزلت لتحت بتطفل نار وتقول كفاية كده السمنة طلعت معايا وانا كده سيحت السمنة اكبر غلطة بتقع فيها السمنة فصلت اه بس لسه فيه حليب جوه للمرتة فلازم من الحليب ده كله يخرج والمرتة لون هيبقى دهبي لو استعجلت بتسيح السمنة عمرها هيكون قصير جدا لازم كل السويل فاها تخرج علشان طعمها ورحيتها ما ينغيرش مننا وتقعد معنا من السنة للسنة المرتة عندي بدأت تتكون مرملة وشكلها جميل جدا هي بس لسه محتاجة لون سنة شايفين حتى المعلقة نضفت ما بقاش فيها اي سويل ازاي كده وصلت بالزبط للمرحلة اللي انا عايزاها المرتة اخدت اللون الدهبي والسمنة بقت سايحة وجميلة ولونها فاتح وانا مش محتاجة اكتر من كده قربتلكم عشان تشوفوا لون السمنة جميل جدا ازاي والمرتة اجمل واجمل وعايز اقولكم الريحة بقى خطيرة خلاص هنا هطف النار واسيبها تيها ده شوية عشان عارف فضيها من الحل ما تسبيش السمنة تبرد جوه الحل عشان تقدر تفصليها عن المرتة بسهول حضرت البرتمانات بتاعت النظيفة وزي الفل حابة تحطيها في برتمانات صغيرة مفيش مشكلة حابة تجمع كل الكمية في برتمان واحد برضو مفيش مشكلة والبرتمانات دي نغسلتها وعقمتها بنفس الطريقة اللي عملتها معاكم في فيديو عادة التدوير وجيبت كمان علبة عشان احفظ فيها اللبن الخضة او الفرز اللي خرج معنا وده كان اول منتج يطلع معنا وقلت لكم منكن نستخدمه في معجنات او كيكات وجيبت بقى السمنة بتاعتي سخنة بس مش قوي اقدر اتحملها تجنبا للحوادث وبكبشة او مجة او اي اداة تسهل عليك التوزيع ونملى البرتمانات بتاعتنا باجمل سمنة وانا بفضل الحجم ده من البرتمانات بيكون سهل في الاستخدام عن البرتمانات كبير وكمان ما بياخدش مساحة ولا في دلاب المطبخ ولا حتى في التلاج يعني ممكن نحطه في باب التلاجة عادي جدا للناس اللي بتحبوا تحفظ السمنة في التلاجة لكن لو مسويها السمنة كويس ونتجتها مزبوطة ممكن تعنيها في دلاب المطبخ مش هيجرر لها اي حاجة اعمل بقى البرتمانات اللي عندك بكل كمية السمنة ما شاء الله هتعمل معنا كمية جميلة جدا وشايفين لون السمنة شفافه جميل جدا ازاي في البرتمان حاجة كده تحفة واحنا بنوزع السمنة في البرتمانات هقولكم على معلومة مهمة جدا انسب وقت لتخزين السمنة البلدي هو الشتاء خصوصا شهر طوبة اللي احنا فيه دلوقتي فانت الحاي بقى جيبي السمنة بتاعتك لو هتشتريها ولو مجمعها اشطة اعمليها بقى في الوقت ده بتكون رحيتها جميلة الكنز بقى قلبي قلبي جوه الحل المرت شايفين لونها وطعمها تحفة شايفين قد اي مرملة وكل لونها لون واحد ازاي الدهب وجميل جدا والنتيجة الجميلة دي هتاخديها لما تأخر ينزول الملح ولما تقلبي باستمرار ولما تعمليها في حلة تقيلة ما تكونش بتلسع الحاجة منك ودي كل المنتجات اللي احنا عملناها من القشطة اللي جمعناها من على وش اللبن بقى عندنا اجمل سمنة بلدة هتكفينه فترة طويلة جدا والمرتة اللي طعمها ورحيتها وشكلها تحفة اللي مش هتكفينه عشر دقايق واللبن الجميل اللي هنعمل منه اجمل مغبوزات شايفين لون السمنة رايق ونضيفه زي الفل ازاي ولون المرتة دهب وجميل وكله لون واحد ازاي واللبن ده كنز استراتيجي اعملي بيه اجمل مغبوزات وبالطريقة دي هتيم للبيت وتعمريه بريحة وطعم الخير من غير ما تغرام نفسك ولا جنيه يعني من النهاردة مش هتعملي المزانية مخصوص لتخزين السمنة وهتقدر تخزينيها في اي وقت لكن انسب وقت لتخزين السمنة لو هتشتري زبدة هو الوقت ده بسرعة الحق اشتري الزبدة بتاعتك اللي تكفيك طول السنة وده شكل السمنة بتاعتنا وهي لسه سايحة لما بتتجمد بقى او تبرد بتعود الشكل الجميل ده لونها بيتغير للون الابيض اللي انتو شايفينه ده وطعمها ورحتها بتكون تحفة معلقة صغيرة منها على اي اكلها بيتوديها في مكان تاني خالص خصوصا بقى الحلويات ورمضان على الابواب كل سنو انتم طيبين هنعمل منها اجمل حلويات مع بعض ان شاء الله قولولي انتو لو هنشتروا زبدة عشان نعمل الكمية دي من السمنة هنتفع مبلغ قد ايه اكيد كلنا عارفين وانا عن نفسي كفاية علي قوي الكمية دي من المرت وقلتلكم لو عايزين كمية كبيرة من المرت بنعمل ايه اسمعوا بقى الفيديو كويس وخليكم فاكرين شكل العلبة دي كويس عشان بعد ساعة واحدة شكلها تغيروا بقى كده ما شاء الله على ما السمنة مسكت جوه البرطونات عشان امرها لكم بقى ده حال العلب بقى الفانة وشفة اللي اللي اكل منها تعالوا بقى معايا شوفوا الترميلة وجمال السمنة البلدي حاجة كده عظمة وريحتها جاي بالاخر الدنيا شايفين الجمال سمنة هتكفينا طول السنة من غير ما ندفع ولا ما اللي وبالف انا وشفة وكده الفيديو بتاعنا خلص لكن افكارنا ووصفاتنا كتيرة وما بتخلص اتمنى تجربوا طريقتي في تحويل القشطة لسمنة بلدي وتعجبكم ولو عجبكم الفيديو متنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لي الفيديو واتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته